حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بالكامل هكذا صنفت بريطانيا عبر وزارة خزانتها أحد أذرع إيران في الشرق الأوسط وذلك بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي التي أعلنتها لندن مؤخرا قرار وزارة الخزانة شمل حزب الله وميليشياته إذ لم يميز بين جناحيه السياسي والعسكري فالجميع بات تحت طائلة العقوبات بجانب عدد من الأسماء والكيانات الأخرى ففي السابق كان الجناح العسكري وهي ميليشي حزب الله هو المستهدف بتجميد أصوله المالية بموجب قرار مجلس العموم الصادر في عام 2008 الذي نص على حظر الجناح العسكري لحزب الله وإدراجه في لائحة المنظمات الإرهابية منتقدا أنذاك نشاطاته في العراق ومحاولته استهداف القوات البريطانية في البلاد إدراج ميليشي حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب بشكل كامل جاء بعد تقارير متواترة عن نشاطات الحزب التخريبية في عدد من الدول وكان آخر تلك التقارير ما نشرته صحيفة ديلي تيليغراف في شهر حزيران من العام الماضي بشأن القبض على شبكة مرتبطة بالحزب تقوم بتخزين مواد متفجرة في أحد المصانع في لندن تحرك المسؤولين البريطانيين ضد ميليشي حزب الله بدأ في شهر أيلول عام 2018 عندما ذكرت صحيفة القارديان أن عددا من أعضاء البرلمان البريطاني طالبوا بحضر تام لميليشي حزب الله اللبناني وقد تصدرهم وزير الخارجية السابق جيرمي هانت الذي دعا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الميليشيا بعد أن كانت الحكومة البريطانية منقسمة بشأن إدراج الجناح السياسي للحزب في لائحة الإرهاب من عدمه